تم بنهاية عام 2021 التخليص على نحو 20 ألف مركبة ذات محرك بنزين وعلى 11 ألف مركبة ذات محرك ديزل وتم التخليص أيضاً على 21 ألف مركبة هايبرد وعلى نحو 6000 مركبة كهربائية بنهاية العام الفائت هذا وقد دخل قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة الهايبرد بنسبة 10% يحيز التنفيذ مطلع هذا العام لتصل في هذا العام إلى 55% بعد زيادة تصاعدية للإطلاع أكثر على ما سبق ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الوردنية الأستاذ محمد البستنجي صباح الخير سيدي وأهلاً بك في أخبار السابعة صباح الخير أهلا وسهلا فيك سيدي إذا ما نظرنا إلى أرقام 2021 وقارنناها مع الأعوام التي سبقتها هل هي متقاربة أم هناك تراجع صباح الخير طبعاً يعني خلال العامين اللي هون 20-21 تقريباً الأمور متقاربة وبالنسبة لمعدل السيارات الهايبرد تقريباً يعني هذا المعدل العام لعدة سنوات كان اللي هون حوالي 21-22-21 ألف سيارة نعم يعني ضمن المعدل ضمن المعدل لغاية الآن علماً إحنا طبعاً يعني آخر شهر تقريباً تم التخليص على حوالي أربع ألاس سيارة هايبرد يعني اللي هو في شهر 12 من عام 2021 كان فيه عندنا أربع ألاس سيارة اللي تم التخليص عليهم منهم حوالي 2500 أو 2600 سيارة تم دفع رسومها وفيه تقريباً متبقى حوالي ألف أو 1500 سيارة يعني معهم لغاية 15 واحد حتى يكملوا الرسوم الجمركية نعم لكن في النهاية كان فيه حوالي أربع ألاس سيارة نعم طيب سيدي دخلنا عام 2022 ودخل قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد حيز التنفيذ هل سيؤثر هذا الأمر على التخليص وكم نتوقع أن يرتفع سعر المركبات بعد ارتفاع الضريبة عليها؟ شوف أنا بدي أحكي لك الآن أنت جميع السيارات اللي تم التخليص عليها هاي تبقى على أسعارها العادية يعني ما راح يكون هناك عليها أي تعديل أو أي زيادة على أسعارها نعم لكن السيارات اللي راح يتم جمركتها على النظام الجديد أو على الـ 55% اللي متوقع ما بعد 15 واحد خلينا نحكي هاي راح يكون في عليها زيادة سترة وحمن 1500 إلى 2000 دينار على السيارة نعم وأيضا راح يكون فيه تراجع كبير على التخليص على سيارات الهايبرد يعني احنا المشكلة الكبيرة لليوم ما فيه شبضاعة ولا فيه استيراد يعني من قبل التجار يعني خص بنسبة كبيرة جدا اللي هو استيراد سيارات الهايبرد يعني راح نلاحظ خلال الفترة القادمة إنها سيارات الهايبرد التخليص عليها يعني خاصة خلال الثلاث شهور القادمة راح نتفاجأ وراح تشوفوا إنه راح يكون فيه تراجع يحقق 70% على هذا الصنف من السيارات نعم طيب سيدي نتوقع أن يذهب المشتري إلى سيارات الكهرباء أم إلى سيارات البنزين بعد ارتفاع الأسعار يعني طبعاً هو ما فيه شك فيه جزء بيكون بيظل عند سيارات الهايبرد لكن الجزء الأكبر راح ينقسمه إلى قسمين قسم بروح على سيارات البنزين المحركات الصغيرة وقسم بروح على سيارات الكهربائية نعم وفيما يتعلق بالاستيراد وارتفاع أسعار وأجور الشحن هل ما زلتم تعانون من هذه المشكلة؟ والله طبعاً شوف هو فيه نقص عالم كبير يعني فيه جميع السيارات فيه عليها نقص في كل العالم نعم وفيه أيضاً فيه زيادة في أسعار الشحن احنا عندنا تأخير يعني احنا اليوم إذا مثلاً كنا بدنا نستورد كانت بتوخذ معنا شهرين مدة الاستيراد اليوم بتوخذ ثلاث شهور وأربع شهور حتى البضاعة تيصل زاعد أيضاً اللي هو زيادة في أسعار الشحن نعم وزاعد زيادة في أسعار السيارات فإحنا والله بنعاني بنسبة كبيرة على جميع أنواع السيارات لكن يعني فيه سيارات تيجي ما فيه شك يعني التجار احنا يعني بيشتروا وبيجيبوا الضاعة لكن فيه نقص نقص واضح يعني نعم كان يعني سيدي أخيراً كان هناك مطالبات من قبلكم للحكومة بتأجيل الرفع الضريبة ولكن إلى حد اليوم لم يكن هناك استجابة من قبل الحكومة صحيح؟ نعم صحيح لغاية الآن ما فيه والآن يعني ما رح أتوقع أنه رح يكون فيه حتى الآن لو إجا بده يعجله القرار خلاص راح تلزل شهور أو أربع شهور اليوم لا فيه بضائع نعم والسوق اللي كانوا ما بين يعني عند التجار السيارات اليوم تم التخليص عليها وانتهينا نعم يعني راحت وامتهى الموضوع يعني ما عاد فيه أي فائدة حتى لو قدوا يرجعوا القرار اليوم نعم نتمنى لكم التوفيق شكراً لك الأستاذ محمد البستنجي رئيس حيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية شكراً جزيلاً لكم